موجة كورونا الثالثة وما خلفته من أطار نفسية على الجزائريين دفعت البعض منهم للهروب إلى أماكن للاستجمام بحثا عن الراحة النفسية خاصة على غرار الفنادق لاسترجاع الأنفاس بعد أشهر من العمل أنا جيت مقالجي وجينا اللي هنا لزندالوز وراهم دير الإجراءات وإقائية صاري ما كاش ليدخل بلالبوافات ما كاش كده سينو براما كاش من الريحوت ما أبليجي اللي هنا أبليجي نجول اللي هنا وحمد لله هم دارون نديروا من زلج الكورونا هذي وربي بعد لنا البالاء هذا يا صحي كما تجمو تشوفو يان بروتوكول سونيتر زاما راموا كفين عليه ويلي استريكت عزيزة زاما لباوفات الابليغات ووالدعوارة يمليحها هنا والناس قاعدوا نماندي ريسبكت لبرتوكول الفناتق التي حافظت على تقديم خدماتها التزمت ببرتوكول صحي صارم لضمان قضاء وقت آمن صحي للزبائن فطلبت الطعام يتم نقلها إلى الغرف وسط تباعد اجتماعي في مختلف زوايا الفندق رغم تأثير جائحة كورونا على القطع السياحي في العالم تأمل الجزائر اليوم في انتعاش سياحتها الداخلية مع تقيدها بالاجراءة الصحية فصحة الزبائن أهم من كل شيء ترجمة نانسي قنقر